وفق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين ونص مشروع القرار على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الرقم 2067 لعام 2022 بتجميع ودراسة وتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استفائهم للأوراق والمستندات المطلوبة على أن يكون التصرف الأراضي الصناعية بنظام التملك حق الانتفاع وذلك وفقا لمجموعة من الضوابط وفيما يتعلق بدوابط نظام التملك النص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالأسعار التي تم تحديدها استرشادا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق ترجمة نانسي قنقر